نظمت فعالية إعلامية والجمعوية حفلة كريم لمجموعة من الكفاءة النسائية بمصرح محمد الخامس بالعاصمة الرباط وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اعتبرت هذه الأمسية بمثابة التفاتة رمزية حاملة لمجموعة من الدلالات لوجوه بارزة رشيد حنين، أمين أبو الهمز والتفاصيل نظمت مجموعة من الفعاليات الإعلامية والجمعوية حفلة كريم بمصرح محمد الخامس بالرباط تحت شعار ليلة الوفاء لنساء متألقات من بلادي عرفاناً لعطائهن الفكري والمهنية وتزامن هذا النشاط الذي شهد حضور المزراء ومسؤولين وشخصيات سامية مع اليوم العالمي للمرأة بغية ترسيخ ثقافة الاعتراف برموز الفكري والثقافة والإبداع إنما الانتياز الذي ينفهد ليلة الوفاء اليوم وهو أننا نخصها الواحد لستة ديال النساء اللي هما متألقات واللي بصمو بالمصار مهني متميز على مدى 35 سنة إلى اليوم وهذا كل شيء ما نفعله؟ نفعله لكي نرسخ ثقافة الاعتراف بكل رموز الفكر والإبداع بميلادنا صدع نجم الدكتورة أسماء خالد في العاصمة الفرنسية بعد نجاح في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم خبيث من دون استعمال التخدير الكلية لفنانة شهيرة اختير لها أن تغني خلال العملية الجراحية للإتمئنان على صوتها وهي منومة إيحائيا من خلال تشريف الشخص المتواضع فيه تشريف للمرأة المغربية عموما في جميع الميادين في جانب علمي في جانب إداري أو ربات البيوت وكل مرأة وكل أنتة لها حس وطابع إحساسي عاطفي عميق حضر المشهد الإعلامي الوطني في ليلة الوفاء عبر إحدى فعالياته البارزة والمتألقة التي تقلدت عدة مناصب مهمة وقادها مسارها الفني والحافل بالعطاء لتصنعا لنفسها اسما ضمن حكماء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إنه لمدعاة للفخر أن أصبح التقافة التكريم والعرفان مترسخة في مجتمعنا فبدون شك فإن هذه التقافة أي تقافة الاعتراف والتكريم هي جسر وتيق لبناء التقة بعدات ورسائل حضارية للأجيال بأن المتابرة والجدة والاجتهاد والقيمة النبيلة وخدمة الأوطان مسالك تؤدي حتما إلى منصات التقدير والحترام تميزت هذه الأمثية البهيجة أيضا بالاحتفاء بإحدى الكفاءات والنماذج المميزة في مجال التربية والتكوين بأقاليمنا الجنوبية اللي يشرفني هذا على أنه تكريم الواحد نموذج من نساء الصحراء ونساء الصحراء لماذا؟ خاصة لي لعرف الناس على أن أنا نولت في عمق الصحراء بالخيام والجمال وشاءت الظروف أنني ندخله إحنا وعائلتي على ظهر جمال القلميم ومن القلميم شاءت الظروف باش نمشوا نقرأوا في النواصر يعني من الصحراء نواصل وبعد ذلك الحمد لله يعني أدرست وتوضفت كأستاذا بعد ذلك شيء مستشار التخطيط واستفدت كثيرا يعني لك أرمني معنا أنا أعترفه يعني بالمجهودات الجبارة لدارها المغرب والناس دي الصحراء تضمن برنامج هذا الحفل تكريما خاصا للمرأة الدبلوماسية في شخص الدكتورة رجاء ناجي المركاوي سفيرة المملكة المغربية لدى الماتيكان يحتفى الجمهور الحاضر أيضا بالفنانة تشكيلية المرموقة ملكة أتناي التي صالت وجالت بأعمالها في المعارض والملتقيات الثقافية في مختلف دول المعمور هذا التكريم كيف يجرع المرأة في الحقيقة تكون موديل لهذا الشباب اللي طالعين نسا لأنه بعض المرأة ما تتقوش في نفسهم حيث المرأة دايما تأخصها دايما تكون فنانة أم الوليدات أم البيت إذن صعيب لكي يتبع واحد في الفن لأنه صعيب لكي تتشتغل تكون داتك كلها وراسك في الشعر واكتمل عقد هذه الأمسية بالاتفاة للسلك القضائي بتكريم السيدة مليكة بن زهير التي بصمت بشدها ومثابرتها على مسار مهني غني ومتنوع المرأة القادية دائما حاولت أن تتحدى الصعيب عبر مسيرة طويلة وذلك لتبرز شخصيتها وكينونتها في مجالها أمام الزميلة القادية ولكن هذا لا يمكن إنكار بأن القادية والقادي هما في مصار واحد لأن الوحدة هما يطمن الآخر والغاية هي الإنصاف والعدل وتحقيق ما يريده المواطن من إحقاق العدالة وفي انتظار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة للسنة المقبلة بحول الله دامت المرأة المغربية شامخة في مصاف المتألقات بيعطائها وسخائها متطلعة لغد حافل بأجمل المتمنيات